اشتركوا في القناة بحق ايحتل سلم الاولويات على طاولة المستقبل والحزب بصفتك عضو بالامن العام لقوة 14 ادار عندك اكت معلومات ادق بموضوع الحوار موعده جدوله من سيشارك فيه من سيشارك فيه بالمبدأ تقريبا معروف صاح هو المستشار السياسي لامين عام حزب الله يعني حسن خليل ومدير مكتب رئيس الحرية اللي هو شيخ نادر الحرية معلومات الى جانبون فرق العمل الموجودين يعني بشكل عام ولكن خلينا نحط عنوان لهذا الحوار نعم ببعض اللحظات بغياب رؤية السياسية الكاملة الحوار من اجل الحوار قد يكون احد الحلول نعم عنايت فيه انه اليوم اي بعد ما فيه اجندة على الاقل من جانب الرئيس الحرية فيه اجندة اعلنة ما مخبرها باخر اطلالة تلفزيونية حط بنودة موضوع الاحتقان الشارع وموضوع دعوة حزب الله لامكانية انه يدخل بحوار جده مع كافة الاطراف الى الوصول الى تسوية حول رئاسة الجمهورية وليس الدخول بالاسماء مبدأ التوافق على هذا الموضوع اما من ناحية حزب الله بعد ما فيه اجندة يعني يمكن ازارة فيه نقطتين فيه وحدة ليا خليف اللي هي موضوع رئاسة الجمهورية اللي انه حزب الله غير قادر ان يدخل في هذا الحوار باعتبار حليفه الاساسي اللي هو جنرال عون بعد ورافع شعار انا او لا احد بيعملنا ياهب جنر بيحط لنا انا او الفراغ الامرات الطائف ام انا رئاسة الجمهورية ولكن هذا يعني ان حزب الله غير قادر على التفاوض مع اي انكام مبدأ وليس على التوافق على رئاسة الجمهورية غير قادر دكتور فخردين ام هو يأخذ هذا الموقف كحجة يعني او لا يريد او غير جاهز انا عادة بيقوله انه بكون حد بيتيجي حزب الله ولكن بهذه النقطة اللي امسعي حزب الله سيكلف التحاور على اي شخص غير الجنرال عون اليوم التحالف مع الجنرال عون وهيدا الموضوع يكشف حزب الله يعني نعم ورقة التين التي تغطي عورة ننزع عن الغطاء المسيح لجنرال عون نعم الغطاء اللبنان مش اسم مسيح لانه ما عبقى عنده حلفاء حزب الله اليوم غير جنرال عون فبهذا الشكل في موقع ما عم بيحافظ عليه بغض النظر انه حزب الله لا يعني انتخاب الرئيس لن قريب ولا من بعيد يعني لا يعني انه الموقع المسيحي الوحيد في هذا الشرق بهيدي اللحظة هو فرق فبالتالي بين الصراع مع مش شرعون وحل لا بفضل اذا كان بيختار البقاء مع مش شرعون مش الصراع مع مش شرعون وهيدا واضح جدا اما عموضوع تخفيف احتقان الشرع فهي التقاء مصالح انه لا رئيس الحريرية طبيعة الحال هو بده يفجر الشرع بالعكس نعم واليوم لا مصلحة لحزب الله بانفجار داخلي خاصة مع هذا التمدد المتنقل من اليمن للبحرين للعراق لسوريا للبنان اذا مش اكثر قلت انه حزب الله لا يريد ان يخسر حليفه وغطاءه الرئيسي بس بالعام يعني وقت انتخاب الرئيس سليمان ما كان الحزب بوضع افضل لبنانيا على الاقل بعد سبع ايار ليش اليوم بده يراعي اكثر سليمان يجاده من تسويت الدوحة صحيح نعم وتنازل حزب الله عن تخلى عن حليفه او بالاحرى اقنعه بالسير بالرئيس مشاه سليمان بظل لحظات معينة وضغط دولي يعني صحيح اليوم منه موجود يعني هذا الدول وكمان يعني يمكن يرى الجنرال انه هذه اخر فرصة له من حيث سنه يعني من حيث سن حيث انه بعد ست سنوات سيكون تقدم كثير في السن بصير غير قادر ليقيم بهذه المهمات فبالتالي يعتبرها الفرصة الاخيرة ما قدر يعني نحنا بالتجربة اللبنانية عملنا تجربة كتير جيدة ذهبنا الى مجلس النور بالجلسة الاولى اليتيمة اللي صار فيها النصاب طرحنا كفريق سياسة اسمه 14 اداري مرشح هو الدكتور سامير جعجع وانتخبنا نعم طرح الاخر الورقة البيضاء هو عنوين الفراغ وطرح رئيس عزب الاشتراك وليد جملات مرشح من كتلته من كتلة اللقاء الديمقراطي هو بعده هو تبسك النائب هون ريحله وهو طبيعي انه يطرح اللي مش طبيعي انه يكون في فريق طرح ورقة بيضاء اليوم وما ان ششح لأول مرة رسميا تم ترشيح الجنرال عون عليه السين سيد حسن نصر الله واصبح مرشح من الطبيعي انه نروح على جلسة لحيكون فيها ثلاث مرشحين بنهاية الجلسة اما انتخاب واحد منها ثلاثة او البحث الجدي لما نوصل عدد لق على نقطة ما في حدا فيها يربح ما حدا بيقدر يجيب الاربعة وستين صوت اللي احنا بحاجة لانه هلأ بطل بدنا خمسة وستين سابدنا عبسة وستين اذا انتخبنا اليوم نوصل الى رئيس تسوي الشعار نريد مسيحي قوي نيح جيد من هو المسيحي القوي بنظر ما هو معيار القوة هنا القوة هو رئيس رئاسة الجمهورية كما رئيس مجلس الوزراء كما رئيس مجلس النورب كما كافة مناصب الدولة اللبنانية هي مش حكة لطائفة معينة نعم هي تمثل كافة اللبنانيين الرئيس القوي هو رئيس الذي يستطيع ان يجمع اللبنانيين ان يكون له دور فاعل في الحياة السياسية اللبنانية وقرار مش اللي عنده عدد نورب اكتر نعم ولكن ليش يعني من يعترض على هذه المقولة بيقلك ليش برئاس مجلس الوزراء ديوجل السنة الاقوى وبرئاسة مجلس النواب الشيعي الاقوى ليش بدأت توقف على المسيح يكون الاضع من رئيس حكومة حالب لبنان سعد الحريري ولا تمام بك رئيس تمام سلام ومن رئيس القومة اللي قبله نجيب مئاتي ولا سعد الحريري نعم ولكن برئيسة مجلس النواب عندك ما يريده حزب الله يعني سناء الشيعي بتورفه يعني كمان رئيس برئيس ما بعد الالفين وخمسة بدورتان رئيس مجلس النواب مش بس بفارد شيعي بتورفه نجح رئيس برئي بكل حنكته السياسية بالايحاء انه انا وسطي وسطي الى حد ما انا الشريك اللي فيكن تبنوا معي جسور نعم يعني ويلعب رئيس كانت كوا 14 قدار يعني عذرا لت تعبيرتك كل الضرب يأكل بالنيا لأنه رئيس برئي بالاخر باستفاف معين في حالة خاصة بالعلاقة مع رئيس برئي دائما رئيس برئي بيلعب على تناقضات وهو من اللاعبين السياسيين الاثتياء في اللعب اللبنانيين نعم بيحفظ لأله موقع في الجهتين يعني يوم تلي من نروح على اكتر من الخيار رئيس برئي بتلاقيه راح معنا نعم رئيس برئي اجا وقال الغطاء المسيحي لجلسة التمديد بيعطيها الدكتور جعجة نعم وهو منتحالف مع الجنرال عون بكل هذه المعطيات ما خلت ما كان رئيس برئيس مجلس تصادمي رأس حربي نعم هاللحظة علما انه بمواياسه السياسي هو جد تصادمي هلأ بالجديد بالاستحاء الرئاسي هذا الحراك الروسي الفرنسي اليوم نيلة ويني بالنهار تكتب عن الحرب الباردة على ابواب عبدة تخشى وتقول ان الأخطر ربما التداخل بالصلاحيات وتضارب بالمبادرات وعودة الحرب الباردة من البوابة اللبنانية يعني الروسي ومن وراءه والفرنسي ومن وراءه تستوسم خيرا من مساعي مماثلة فشلنا كاللبنانيين بالـ 2014 من تحويل استحقاق رئاسة جمهورية من استحقاق لبناني نعم إلى استحقاق لبناني علما انه الزارف الدولي كان مؤاتي انه روحوا اتفقوا وبعدوا عنا لانه نحن مشغولين بملفات اخرى نحن نربط اوراقنا بأوراق المنطقة اجا المبعوث الفرنسي على قاعدة انه استشف جو ايجابي من الايراني يتحول الى ضغط على حزب الله شبيه بالجو الايجابي اللي حدث نهاية العام الماضي وادى الى تشكيل الحكومة نعم بنفس اللحظة الروسي دخل وقال كلام اخر يعني الروسي ما قال كلام ايجابي بالعكس اعتبر اعتبر ايجابي بس اعلان بعبدة بمثابة اي بالموقف الايجابي بس ايجابي بانتخاب الرئيس ايجابي لصالحنا كفرق سياسي اليوم الروسي يخوض حرب خاسرة ما عم بيقدر يطلع منها الروبل ينهار قدام الدولار اسعار النفط قدرت على الاحتياطات الاقتصادية لروسيا كمان لايران في صراع مستوى العالم ومستوى المنطقة عالي جدا الاطراف منهمة كافية فعلا الملف اللبناني مش على جدول اهتمام الدول الكبرى مننا نحن الاهم فعلا الموضوع العراقي اهم بيكتير الموضوع اليمني اهم الموضوع البحريني اهم الموضوع السوري اعلى من الاهمية وبتسوى يمكن هو العقد الاساس التي لا ارى حل الى بالمدى المنظور في محل اساسي نحن عم ننسى شو اللي صار بسوريا وشو الواقع الحالي كل انواع الحلول حتى شوف موضوع السوري المجتمع الدولي يستعمل خفة بالتعاطمة مع الموضوع ديمستورة وخطه اللي فينا نستعملها من الخفص السياسي للقضاء اللي لحتنتج قوة اكبر للتنظيمات الاصولية المتشددة مثل داعش والنصرة وتنهي كافة وجود اللي بيرالية السورية اللي تقامت بهذه الثورة من خلال اتفاق ما يسمى بحرب من خلال طرح مرحلة انتقالية سيدفع لبنان ثمنة اذا بقي الاسد في السلطة كل هاي دي المواضيع تفجر اكثر فاكثر حتى التعاطي مع موضوع متحالف الدولة لمكافحة الارهاب باستخفاف لم يستطيع هذا الدول تحالف من حماية مدينة صغيرة مثل كوباني اللي هي مدينة صغيرة جدا ففي نوع من الخفة بهذا الملف هيدا كله يجعل من الواقع اللبناني انه في رئيس او ما في رئيس مش موضوع اهتمام مهم ما يسير في انفجار مهم الاستقرار بحده لأتنا وما بتصور في عنا مقومات حقيقية للانفجار نعم بنفس السياء كتب محمد الشقير اليوم بالحياة عن الحوار المنتظر بيقول انها يعني بوفقا لمصادر لا تستبعد ان تنعقد الجلسة الاولى قبل نهاية العام مع ان لا شيء محدد حتى الان بانتظار عودة نادر الحريري من الولايات المتحدة الامريكية دكتور فخد دين برأيك اعتبرت ان الحوار للحوار هو بحد ذاته شيء ايجابي ولكن اذا انتهى الى نتائج سلبية او اذا انتهى الى لا نتائج ما بيكون في تدعيات سلبية اي شيء من عمله مبني على نحن شو حطينا امال من هذا الحوار رفع عم ترفع الامال حوله او ترحل ابدا ان قال شي واحد تخفيف الاحتقام الاحتقام في الشائع نعم طبيعي الحوار سيخفف الاحتقام لن يؤدي الى حلول لا لانه هل الطرف الاخر يعني في حزب الله مستعد لان يتحول الى حزب لبناني هل حزب هل السيد حسن نصر الله قادر هو انه ياخد اراري اليوم بيقول سأعود من اليمن والعراق والبحرين والسورية الى لبنان واضع نفسي تحت الصرف الدول اللبناني واساهم بكل ما تطلب منه الدول اللبناني ان شاء الله بتحطني على حدود او ما بدا تحطني هو السيد حسن غير قادر لانه هاده الملف مش بييده هو بييده الحرس السوري الايراني بييد السياسة الخارجية للدول الايرانية او للحرس السوري فبالتالي هو عاجز عن حل الازمة ولكن نحنا كل عم تحاول نعمله وكل عم يعمله رئيس الحريري بعد دعوة وخلينا نحط القصص بمطرحة الحقيقة ببداية حسنان دعت 14 ضاد للحوار نعم بييد الاطحاد على رئيس الحرير للحوار دعم نفس الموقف واتراد انه لا ما بنعمل حوار مع 14 بنعمل حوار مستقبل حزب الله كل انواع الحوار نحنا نرحب فيها لانه نحنا نطرح الحوار وليس الحرب ولكن هل الفريق الاخر قادر على التحاول على اي من الملفات الجدية واذا قال نعم انت بتعتدي للحظة او اي حدا من اللبنانيين انه النعم تبعيته اغلى من انضاءه على علين بعبدة الذي نكروا قبل صياح ديك الحوار المسيح المسيحي هل بتشوف انه هو رد على الحوار السن الشيعي ابدا ابدا لانه هل عم ينشغل على جمع العماد عون بالدكتور جعجع وبالمناسبة ليش راح دكتور جعجع يعني هيك فجأة الى المملكة العربية السعودية هل الامر فجأة مش فجأة لانه بتعفي تحركات دكتور جعجع بتخضلها وقعه الامنة فبالتالي لا يعلن عنها اكيد هايدي الزيارات لا تحدث فجأة هايدي بيكون في الى تحضير على فترة طويلة الى علي السعودية عنده نوع من محاولة دعم الى الشعب اللبناني ويكون الى الدولة اللبنانية لا استطيع انا اقول ولا بلحظة انه الدكتور جعجع يرضخ لاملاءات احد من الاطراف وهو بارها صراحة انه ما بيفوت بهاللعب يمكن بيلعب منقول بيلعب على الاخر بيلعب على حفة الخطر ولكن ولا لحظة منذ الالفين وخمسة بكل هذا التحالف اللي احنا دخلنا فيه من وقته الا ما كان بلحظة الحصة من دكتور جعجع ضمن هذا الاطار الواحد هذا البيت اللبناني الواحد اليوم ان يجدس اطاولة الحوار الدكتور جعجع وهو مرشح 14 دارة رسمة مع مرشح حزب الله الرسمة جنرال عون ويتحاور عالله يستطيع اخناعه من انه سوية ممكن يساهمه بالنقاش حول رئيس توافقه هذا ايجابي 14 قدرت ستكون خلف دكتور جعجع بحواره مع الجنرال عون كما هي خلف الرئيس الحريري في حواره مع حزب الله ماذا لو بالعكس العماد عون اقنع الدكتور جعجع بالسير به كرئيس مقاب الوعد بانه بعد 6 سنين بيكون دور الدكتور جعجع وهذا من حكا يعني انه يكون في توافق مسيحي مسيحي بيفرضوه على حلفاء في الوطن بخلال تجربة في اجرية حوارات مع الدكتور جعجع واعرف كيف ممكن ياخد الحوار لا ليس لن يرضى الدكتور جعجع ولا عاقل بان يسلم كافة لبنان الى حزب الله من خلال انتخاب جنرال عون ايزم هورية هذا هاي دي ثوابت يعني فيه ثوابت اساسية حتى قيل الكثير ومش حقيقية عن الحوار اللي حصل مع ترى المستقبل والجنرال عون لم يطرح ولا بلحظة بجدية العماد عون الرئاسي قال له اذا بدك تعمل رئيس تتحاور مع مسيحي 14 خود الموافقة منهم وهذا كلام ديكتور ميسي للقول لا ملطفة بالعكس تم التحاور معه جدا على انه تعالى نمشي بمرشح توافر هذا اللي هون تقاوم نعم ولكن فيه اوساط مسيحية اليوم دكتور فخر دين مثل ما هيك اريت باحدة الصحف بتقول انه اذا وصل للعماد عون بتكون هاي فرصة للمسيحيين لانه صار بقدروا يجيبوا الرئيس الاوي واذا لم يصل بتكون ضاعت الفرصة كمان على دكتور جعجع بمكان اخر انه ما ممكن ولا بحياته يوصل رئيس اوي يعني هاي ده مثل صار تحدي على الساحة المسيحية من يغطي كل هذه الجرائم هل هذا رئيس مسيحي قوي او رئيس لبناني قوي بنظري الاضعف من يغطي الخطأ نعم ولكن التبريرات تبريرات يلي عم بيعطيها يبدو عم تقنع القاعدة اللي بتتبعوا يعني ما عم بيشوفوها غلط يعني حتى تدخل تبنع بسوريا دفاع اي قاعدة عم نحكي كمان قاعدة الشعبية القاعدة الشعبية كان ممكن تتفجر بانتخابات نقابة المحامين بانتصال لمرشح لمرشحين الجنرال مش لمرشحين 14 بالجامعات كان لازم تتفجر لصالحه بالعكس الشعب الخيار اللبناني الطبيعي هو 14 مش 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 حزب الله التي اصبح الجنرال ترفي في شي مرع سيء جدا باللي عمله بقصة الرئيس القوي طلع الدكتور جعش وقال انا ارشح نفسي قالت 14 ادهار نحن نتمنى وندعم هذا الترشيح الجنرال عم ولا بلحظة رشح نفسه رشحه السيد حسن نصر الله هل موقع القوة ان يرشحك احد الى رئيسة الجمهورية وهل اذا انت نجحت ستصبح حر ام مدين لمن رشحك واوصلك رشحه او اعلن دعمه في فرق نه نه قال لاول مرة يسمى الجنرال عم مرشح نعم بكلام شوي مهين للجنرال بيقوله السيد حسن مرشحنا معروف اول احرف من اسمه مش العون نعم صحيح هذا مش هيك بيكون رؤساء الاخراء يرشحون ويأتوا الناس لدعمهم مش حدا برشحهم طالما 14 ادار متل ما اتفضلت واقل بعدها الخيار الاول للناخب اللبناني بالنقابات وبالشارع يمكن ناش النائب السابق سمير فرنجي اليوم اعتبر انه فقدت 14 ادار القدرة على المبادرة يجب ان نطوي الصفحة نؤسس للسلام هالكلام قالوا لمية عبود ابي عاقل بجريد النهار بيقول 14 ادار اصبحت 14 ادار الناس بمال وال الاياد بمال اخر يعني مثل نشعر وكأن عنده خيبة لا 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 اللي عم بقولك عم بقول انتقاد سيئسي لان يمكن من من احسن ايجيبيات 14 انه مفكرين وبتصور سمير فرنجي هو احد العقول الاساسية ب14 تقدر تطلع وتنتقد مبارسات لما هو ما بيرضى عن مبارسات بيقول كلام ده ايه انه هي لا تبادر حاليا صح نعم احنا عنا ضعف بالمبادرة شو بيقصد يجب ان نطوي الصفحة صفحة شو صفحة الاخفاقات المتكررة اداءنا بالحكومة اللي هو اداء منه جيد نعم وغير 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 آخرين وان يقول سمير فرنجي انه جمهور 14 هو جمهور اكثر صلابة وقوة من قيادة 14 ببعض المحاولات بكركي دعت عن هدفها علاقة 14 قدر مع بكركي وسيد بكركي كيف هالاياب يعني مثل ما الموقف يعني بيردي على الاقل عن جد البطرق لازم يكون واضح بالليذي يقوله يمكن الخطوة الاولى التخفيف من المواقف كترتها بيعمل تشويش نستذكر دائما المواقف الوطنية الكبيرة للبطرق ما نستطيع البطرق صفحة يعني البطرق صفحة عطى لبكركي دوري كتير اساسي بهذه الايام الصعب اللي مارت فيها البطرق راعي يفقد الكثير من دورة كركي عفوا الوطني الجامع في لبنان وهذا شي سيء يعني مش جيد بهذه اللحظة التاريخية مقابلة نائب السبق الفرنجية قتت بذكرى استشهاد نائب جبران التويني هذه الذكرى كمان تحدث عنها اليوم الفريد نوار بجريدة الشرق بيقول ذاكرة اللبنانيين استعاد التاريخ اغتيال الشهدان جبران التويني وفرانسوال حاج الأول الأول إعلامي والثاني عسكري بإمتياز سقطا بمكانين مختلفين القسم يلي أطلقوا جبران التوين لا يزال يعيش في فكر وقلب كل لبناني ويقول الأمر الذي يستدعي تكرارا أن الرجالات الاستقلال الثاني لما كانوا قد استشهدوا الآن لأن غياتهم الوطنية بلغت ذروة التضحية بذكرى واستشهد جبران أطلقتهم كقوة 14 أدار إعلان جبران 2014 الذي جسد بـ 14 التمسك بدرب الحرية الذي خطه جبران بقرمه وبدامه على أساس ثابت ما أبرز ما تضمنه هذا الأعلان وكيف بدون نوضع موضوع التنفيذ إذا بدنا نقول الأعلان هو تأكيد على أنه الثوابت الوطنية الثوابت اللي كانت حرية والسيادة لبنان هي مازالة العنوان العدالة اللي عم نشوفها من لاهار كمان هي العنوان والشيء الآخر وحدة اللبنانيين على ما الصلحون 14 أدار هي أول حركة سياسية لبنانية عابرة للطواقف بتعيش بهيك تحالف لهذه الفترة الزمنية الطويلة هي الأطول كتحالف ويبقى عنوين الأساسية وهون يمكن نحن منخلط بين شغلتين رؤيتنا لشو لازم يكون بالبلد وعنوين تحالف سياسي اسمه تحالف قوار 14 أدار خلينا نتوسع بهذه الفكرة ونتبع بقية الموضوع بعد ما نتوقف مع هذا الفاصل لحظات ونعود ترجمة نانسي قنقر